استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زيد أنهيان في مدينة دبي استقبل رئيس المجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشريقين ومسجدات الأوضاع للساحة الوطنية وتبادل الجانبان وجهة النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التنسيق المشترك مع تحالف دعم الشرعية بغيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للتعامل مع المستقدات الراهنة مع استمرار نتوى رفض ميليشيا الحوثي لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية كما تم مناقشة الإجراءات المنصغة لردع اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعيتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن والسلم الدوليين وفي مستهل للقاء نقل رئيس الوزراء إلى الرئيس الإماراتي تحيات رئيس أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للموقف الإماراتي الثابت تجاه دعم أمن واستقرار اليمن متمنا ما تبديه القيادة الإماراتية من حرص على دعم الحكومة ومسار الإصلاحات لتخريف الوضع الإنساني القائم وأطلع الدكتور معين عبد الملك الرئيس الإماراتي على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل التهديدات الحثية للموانئ والمنشآت النفطية وما أفرزته من تحديات لافتن إلى جوانب الدعم المطلوبة من أشقاء وأصدقاء اليمن لدعم مسار الإصلاحات وموقف الحكومة الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث وتطرق رئيس الوزراء إلى الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية إضافة إلى دعم الإمارات لتنفيذ مكروع سد حسان الاستراتيجي ومشروع إنشاء محطة كهرباء في العاصمة المواقعة عدن بقدرة 120 ميجاوات ودعم البنك المركز اليمني مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الإمارات لإسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستغرار لإقتصاد في هذه الظروف الاستثنائية وبدوره جدد الرئيس الإمارات التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساردتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ عمن اليمن واستغراره منوها بما تبدله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل مع الظروف الصعبة والاستثنائية موجها باستمرار قنوات التواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات الدعم والاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية حضر اللقاء من الجانب اليمني مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس عنيس باحارثة وسفير بلادنا لدى الإمارات فهد المنهالي ومن الجانب الإماراتي نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اسمه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور غرقاش ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة الديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون وسفير الإمارات لدى بلادنا محمد الزعابي موسيقى موسيقى